السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اللي بيسمع الفيديو هيكون مستغرب الانترو بتاعتي ولكن ايوة يا جماعة انا مرمر كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم وبجد وحشتوني جدا جدا والنهاردة عملها لكم فيديو مختلف خالص عملت معاكم القوضة بتاعتي بشكل جميل جدا علشان اعرف ان انا طول شهر رمضان اصلي فيها برحتي طبعا رمضان شهر عبادة ويعني مهما وصفت مكان الصلاة ده مهمة قد ايه مش هيوفو حق وبجد بيشجعك على الصلاة بتحس انك انت لك مكان دايما بتلجئي له بتحس انك انت الصلاة بالنسبالك سهلة مكانك نظيف دايما بتبقي مهيئة نفسيا وجسديا بجد انك انت تصلي اكبر قدر يعني كتير جدا جدا ومش بتزهقي طول ما المكان نظيف وطول ما المكان مريح مش هتزهقي خالص في الاول جبت زينة اللي زينة دي على شكل فانوس وهلال كده امورة جدا جدا وجبتها مش الوان وجبت كمان الزينة الورقية دي بيكون ليها خيط كده هعلق الاتنين مع بعض دلوقتي على الرينج لايت او البرواز الدوق اللي قدامكو ده بجد شكلها كان طحفة وكان خطير قوي بصوا هو النور مقفول ده بعد ما ركبتها حطيت كل دبدوب كده في لنبا من اللومات بجد حلوة قوي 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 وشكله في الاخر بتطلع شيء طبعا احنا هنخفي كل ده لان انا اساسا يعني مش هحتاج الجزء بتاع الدولاب بتاع الدريسينج او الجزء المفتوح ده مش هحتاجه اصلا عندنا هنا الزينة دي امر اوي 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 هعلقها على الستارة كده من فوق بصوا علشان بس ايه مضيعش وقتكم ده شكلها بعد ما علقتها هي دبل فيس في واحد عليه رمضان احلى وبسنت ودياستي والامر دول وواحدة تانية مسحراتي ده الشكل النهائي للزينة انا كده خلاص هعلقت الزينة بتاعتي هبتدي بقى ان انا ارتب الجزء وخلي الجزء شكله احسن هاخد الرينج لايت او هنقلها من مكانها دي اهم اساسا حاجة في القوضة واخفي بيها بقى الجزء بتاع الدريسينج زي ما قلتلكم طبعا انا قلتلكم ان انا مش هستخدم كل الحاجات دي خلال شهر رمضان ولا هلبس الهدوم دي كلها انا هيبقى هيكون كل لبسي ان شاء الله واسع وربنا يهدينا جميعا يا رب فهبتدي ان انا ارتب الجزء ده وهخلي الرينج لايت كده بعد كده المصلية بتاعتي الجميلة هفرشها بالشكل ده مع الابلة طبعا يعني نركز في الابلة ما يكونش كل اللي هممنا شكله بس يعني لما تيجي تحددي كورنر للصلاة يكون معا الابلة بعد كده هجيب مخدتين طبعا لو عايزين تعملوهم مخدتين رمضان هيكون شكلهم اشيك انا عن نفسي عايز حاجة تكون مريحة للعين وللاعصاب علشان لما جي اقرأ قرآن ولما جي اقيم الليلي يكون الدنيا بالنسبة لي هدي وده فانوس شكله امر اوي برضو برضو ده حطا اضاءة يعني ديكوريشن وفي نفس الوقت اضاءة كمان فعايزين تحطه تمام مش عايزين خلاص نيجي بقى للجزء اللي جنب الكورنر عندي هنا كمود الكمود ده برضو هستغله في حاجتين فقط او تلت حاجات يعني اللي هو مش هسحم الدنيا اوي بعد كده عندي هنا ستندو كوران طبعا مهم جدا عايز اقول لكم انه الصلوات الاساسية دي تمام الصلوات بقى النوافل زي قيام الليل وزي صلوات الترويح نقدر ان احنا نختم فيها الكوران يعني انا بدمج الاتنين مع بعض بفتح المصحف وبصلي بيه في نفس الوقت اللي انا بصلي بحيث اكون ختمته في نفس الوقت صليت فدي يعني بجد حاجة نفعتني جدا في حياتي وبتختصر وقت وبتختصر كمان معاك يعني حاجات كتير لو انت بقى عايزة تسبحي يكون معاكي وقت يعني بتختصر وقت عايزة تختمي الكوران كذا مرة برضو هيكون معاكي جميل فالاستند مهم جدا وابن المصحف يكون قدامك وانت بتصلي دي حاجة مهمة جدا جدا وبجد هتفرق معاكي كتير وده شكل هو بسلم عليكو كده في النص ده شكل رينج لايت وده شكل الكورنر بعد ما خلص بجد بالنسبة لي مريح جدا جدا وده بعد ما قفلت النور يعني حتى لو النور مقفول هعرف ان انا اقوم بعباداتي كاملة بدون يعني اي ضجة بدون اي حاجة بجد تحفق جدا الوان بسيطة ونعتمد برضو على الزينة يعني لو هتجيبي زينة في الكورنر اللي هتصلي فيه تكون سادة يعني حاجة كده خفيفة يا لون اصفر يا لون ابيض بلاش بقى الالوان اللي هي احمر وصفر واضر والحاجات دي بتبقى حلوة مثلا في البلكونة بتبقى حلوة في الجنينة برا لكن فوقتك لازم تكون الالوان مريحة للعين علشان لما تيجي تتعبدي في المكان ده اتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني تمام كده انا خلصت الكورنر ده كديكوريشن نيجي بقى للحاجات اللي انا هستخدمها او الحاجات اللي انا هحتاجها وهنا برضو بسلم عليكم تاني وبعد لزينة بقى وبعد زينها معاكو كده وده شكلي عباية رمضاني يعني بصراحة العباية دي كنت جايباها ومبسوطة بيها جدا يعني قلت عمل لكم بيها فيديو قبل ما اصهر بيها بقى نيجي بقى للميا ضروري جدا نحط في الكورنر بتاعنا ميا علشان مسلا لو انت بتقري قرآن فاجر او بتقيمي الليل يكون جنبك الميا بتاعتك ما تتطريش انك تقومي علشان نشرب بصل الازان هيئزن ضروري جدا وعندي هنا شمعة الشمعة دي بريحة الفراولة بجد ريحتها جميلة جدا وبتهدي الاعصاب جدا وعايز اقول لكم انه الروايح عموما بتخلي الزاكرة تشتغل يعني ممكن مثلا لو انت قريتي القرآن تفتكري انك انت قريتي ايه وتفتكري انا الاية دي قلت فيها ايه وفيها روحانيات كده يعني عموما اي روايح بتربط بجد الزاكرة جامد بجد انا بحب يكون حاجة مميزة للقرآن يعني يكون مثلا ايه شمعة الفراولة اللي دي خاصة بالقرآن فكل ما يجي اقرأ قرآن او كل ما شم الريحة دي تحس انك انت عايزة تقري القرآن تلقائي حاجة كده من جواكي اللي هو لانا لازم اقرأ قرآن دلوقتي فبجد جميلة قوي ودي افكار بسيطة جدا جدا تقدر اي بنت تعملها وقلت برضو ايه يعني اشارككم المنظر الامر ده وقلولي برضو انت عملتوا ايه في قوتكو او عملتوا ايه في الكورنرز بتاعتكو انا عايزة اقولكم ان انا نفسي اعمل خيمة جدا 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 وهعملها ان شاء الله رمضان الجاي حتى الموضوع في دماغي يعني بس انا ما كنتش ردي رمضان ده خالص يعني كنت مجغولة بحاجات تانية كتير فعملت قدر الامكان كورنر اقدر ان انا اتعبد فيه واصل فيه ويكون مريح للأعصاب وطبعا انا الميكب والهدوم دي مش بستخدمها خالص طول شهر رمضان يعني ربنا يهدينا جميعا يا رب وده الصح وده اللي المفروض يحصل مش في شهر رمضان بس في كل الشهور فاحنا بنادعي ربنا ان احنا ربنا يهدينا ونفضل دايما في احسن صورة وفي احسن اخلاق ويعني بجد شهر جميل يعني وكل روحانيات وكل سنة وانتو طيبين عايز اقولكم ان ده الشكل النهائي وانا اقفل النور للكورنر بتاعي وبجد لزيز جدا جدا ما تنسوش قراءة الكرآن ما تنسوش التسبيح ما تنسوش الحاجات الجميلة دي وما تنسوش ان مهما عملته بتكون الحسنة بعشر امثالها وحاولوا على قد ما تقدروا تستغلوا الشهر ده استغلال صحيح وبعدوا عن المسلسلات وعن الافلام وعن الحاجات دي كلها وكل سنة وانتو طيبين هو رمضان كريم وشافكم ان شاء الله الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة